بعد التعادل بيقولك ايه بتروح للأهداف طب هنا لما فرق تنسحب شكل الأهداف هي بعمل ازاي كل دي تفاصيل اكيد الناس عايزة تعرفها ولكن تعالوا نروح دلوقتي عشان نعرف هي سيارة الاسعاف جت ولا ما جتش ولو جت وما دخلتش الملعب فكرة الأهداف فعلا مؤسرة في التفاصيل دي ولا لا لذلك دلوقتي أنا معي على التليفون كابتن شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي واللي بتأكيد بيشرفني وبينورني على شاشة قناة الأهلي وفرصة أنا عارف نهاية جامعة اخرى شوية بس باركله بالتأكيد على تولي هذه المسئولية والنتاج الإيجابية والنجاحات الموجودة في هذا القطاع منذ أن تولى المسئولية كابتن شادي منور الدنيا ومسائل فل يا سيد محمد مسائل فل تحياتي ليك وتحاكي لكل مشاهدينك حويل بالتوفي دايما يا رب في قطاع الكرة النسائية اللي بدأ بشكل جيد جدا ولد عملاقا زي ما احنا شايفين من خلال النتاج لدرجة أن الفرق حتى بتنسحب من قدام الأهلي كسبتوا دجل اللي باع طويل في الكرة النسائية ولكن أحداث النهاردة في لقاء امبي على ملعب امبي المشهد شفته إزاي والمعلومات اللي عندك كابتن شادي أولا بسم الله رحمن رحيم أول حاجة بس حتى يعني في الأول وفي آخر احنا يهمنا سلامة اللعبة كلها امبي كمان قبل لعباتنا ولكن حتى لو ما فيش أسعب أنا مستحل كنت ألعب ألغل ما فيش أسعب تبقى موجودة علشان أهم حاجة زي ما قمتلك سلامة لعباتنا ده رقم واحد رقم اثنين كله بيفتغل في الهارات اللوائح اللي موجودة من اتحاد الكرة وفي تفاصيل غريبة عجيزة لا طاليك أبدا باللي انت عسن هر بلعبة إحنا بنتكلم كرة قدم النسائية موجودة في العالم كله دلوقتي وإحنا موجود نظم العالم يعني بدئين متأخر لازم عندك منتخب قوي لازم عندك طاعات ناشئين قوية جدا فكررنا من الناجي الأهلي لما يدخل ضربة البداية يدخل بإسمه الكبير يدخل قوي يدخل قوي بنظامه بعد عدد كبيرة جدا مع كابتل محمود الخطيم وحطينا البلان والدين وتلاتة ثم قررنا اللي احنا عنلعب بإسم الناجي الأهلي وعنحاول في قدر المستطاع نجيب اللعيبة للقليد بإسم الناجي الأهلي وكمان المدرب اللي يلي بإسم الناجي الأهلي استضمنا بواقع جريب عجيز البطولة الزوري اللي هي حد تقول بالأهداف طب أنا في فرقة بيجي ما تلعبنيش وتروح مع فرقة الثانية تختر بالعشر والتفع طب حسب بالأهداف يبقى أنا بازلت موجودة على مدار السنة وبالتالي ألاقي نفسي في المكان اللي أنا ما أحقاش رقم اثنين اللي أنا النهاردة طبيعي عادخل معذكة بعيب عن بنفرك طبيعي يبقى فيه مكافئات طبيعي يبقى فيه لاب لاب أمور كتير جدا مالية اللي هي تحملها والفرقة بتنسحب الفرقة مش على قدر المسؤولين وفرقة بتتلاعب بشكل كبير جدا وبتعبث بالمنظومة القوان هل انتوا عايزين تطوير ولا لا للقطاع ده هل عايزين تحلموا زي ما احنا حلمنا الحلم وعملنا فريق محترم أنا ما بقولش عاخد كل حال أنا بقول أنا داخل بنافس الناس القديمة وبحترم كل الفرقة وبحترم كل المدربين وبحترم كل الأندية لأن انت كمان لازم تحترمني تحترمني كاسم النبي الأهل أنا رقم واحد فألعاب كتير جدا وبدخل كل منتخبات الوطنية لعيبة في اسم النبي الأهل سلة طيرا يد كل حاجة أكيد فلما النادي الأهل يدخل بيدخل بيدخل بيتطور النادي الأهل لما بيدخل القاعدة بتنساشة بيبقى في نظام واندباط في عوار واضح في اللوايح ليه؟ علشان الفرق المفروض لما تعمل كده وما فيش ردع لما تدفعهم خمسين ستين ألف جنيه اللي ينسحب أو يقولك الأسعاب مش موجودة وتكتشف الأسعاب موجودة في مكان بره لكن نحن نفعش اللي يبقى توقف ده صبيعي يعني شوية الأسعاب كانت موجودة شوية لا مش موجودة ثم وإحنا بنتحرك لقينا الأسعاب جاية بتعمل صوته موجودة فقط موجودة داخل النادي لا موجودة بعد خلاص لما الحكم لغى المباراة الحكمت النهاردة كابتن يارا لغى المباراة ومرأب المباراة حتى كان مستاء جدا ولا حوله ولا قول لأنه لو بالآخر مش هو المنوب دي نفذ اللواية أكيد ولا حينفع فكرة الأهداف دي صلامة نوت فير فرق تلعب مع نادي وتختار عادي وتيجي قدام النادي الأهلي بتعمل ألاعيب مش حالوة وكرة الغدم مبنية على النتاهة على المجهود والتعب بصبوط بالتعب والمجهود رقم اثنين أي فريق غير قادر على مجارات دولة قدم السيدات ما يشتركش وتحفظ على شكلك واسم ناديك دي نصيحة الواجهة اللي مش غير قادر ما يجريش أي حده ما يشتركش النادي تاني يشترك يقدر ينافس يعني أنا بحاج بريت الجونة بمدربها من خلال قناة النادي الأهلي لأنه جالي بعد المباراة قال لنا أنا بعلم الولاد اللي هم يكافوا للآخر بعلم الولاد اللي مستحن في مهان وخسر بذكر كبير ولكن ده ده احتراما عندي أنا كمسؤول وعند المنظومة ليه لأنه رجل كمل قال لبناته مش هنخرج عن كمل وحنالك طب تب تنشدي أنا من خلال متابعاتي للمواقع وحتى أردت لك تصرحات قبل البرنامج أنتو سيارة الإسعاف والصور اللي أنا شفتها هي داخل النادي بجوار الملعب ولا المشهد كان إزاي لا هو حضرتك قبل ما يتدي اللعيبة كان فيه أسعاف موجودة بار أنا بحكي لك المشهد وديه الأمانة أمام الله بالزبط جاء المصر يبتدي لا تعطنيش موجودة الحكم مش هبتدي اللي غيره الأسعاف موجودة أصل مش عارف عمالك يسمع كلام غريب إحنا كنادي أهلي يعني بنتفرق بنشوف الوضع هيوصل المباراة مش على أرضك على أرض أمبي فهو المسؤول عن بالزبط فباعد بس فرج أنا والمدرس أول حاجة تقلنا إن الداري نسي يكلم الأسعاف ثم تقلنا اللي بحض تتعب فالأسعاف أخذته فبعد نجيب أسعاف تانية حكمت المباراة تمثلت من الخبرة باعث مستمع منتظر ستا تمام فالحكم قالت الكلام ده بيحصل وشاء الواضح اللي مش فيبقى في أسعاف عشان ممكن ما يلعبش البص بتعمل لأنه أسعاف في الظهر بالتخبير هي دي الحقيقة فطبيعي أنا أما بدخل زي ما قلت لك أنا 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 كنادي أهلي لما بندخل حاجة بندخل بنحترم الأندية بنعمل نظام بنعمل لوائحنا بنحاول نوزن للشكل عشان نادي الأهلي مدرسة بيتعلم بالناسة جميع في كل الألعاب المناسبة في كل الألعاب عايزين نتطور عشان احنا عارفين اللي فيه قصور من سنين السنين أكيد و تي حاجات مش بصدد اللي أتكلم فيها فكررنا اللي احنا نشتغل بس ومن نشبع وابحد لكن إنسا النهاردة اللي حابتقول الأهداف هداف الزجاب الوضع عن السنة بقى نشوف التحدي من أول أسبوع أو أثنين وثلاثة ماتغير ماتغير لا أكيد أكيد عن السنة نشوف يعني النهاردة النهاردة عشان عالج بسرعة لازم ننان وبالراحة وبهدوك وعلى مهلنا وخار ومرتعز ده غير طبيعي غير طبيعي وغير مقبول لمصلحة مش لمصلحة النادي الآن بالتأكيد لمصلحة المنظومة بإذن الله أكيد كابتن شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية في النادي الآن أشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وأعتقد جبنا لكم التفاصيل الحقيقية والمشهد بالكامل اللي حصل في ملعب انبي